السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزيكا حبيبي يا رب كلكم طيبين وكخير وأهلا بكم جميعا في قناتي أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم فيديو خاص بالصفة الخامس لابتدائي في مادة المهرات المهنية هشرح معكم الجزء الخاص باختبار شهر نوفمبر قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى لو أنا بقدم لحضركم معلومة بسيطة كلكم تتعوموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات والتعليقات وده التقدير الواحد اللي حضركم بتقدموا لي وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح المادة بترى بسيطة جدا وسهلة الدرس الثامن بعنوان من الحرف اليدوية النجارة أول حاجة بيكلم لي في الدرس ده عن ما الذي يفعله النجارون النجارون دول بيعملوا إيه أو إيه هي مهنة النجارة دي أول حاجة بيقول لي إن النجارة دي حرفة وفن الأعمال الخشبية دي بيكون عبارة عن حرفة وفن للأعمال الخشبية النجارون بيصنعوا منتجات كل المنتجات بتاعتهم بيكون من الخشب زي الأساس والأبواب والشبابيك والأرضيات الخشبية يجي السؤال في الامتحان يقول لك يصنع النجارون منتجات من الخشب مثل نقط ونقط ونقط مثل الأساس والأبواب والشبابيك كمان بيقول لي إن هم بيستخدموا التكوينات الزخرفية لتجميل منتجاتهم التكوينات الزخرفية دي بيكون عبارة عن رسومات زخرفية كده مصنوعة من خشب وبيبدأ يحطها مثلا على كرثي هو بيعمله أو يبدأ يحطها مثلا على حجرة نوم هو بيبدأ يصممها فعشان كده بيقولك إن النجارون دول بيستخدموا التكوينات الزخرفية لتجميل منتجتهم بعد كده بيتكلم على مهارات النجارين مهارات يعني البراعات البراعات البراعة اللي المفروض تكون متغفرة عند النجار عشان أقول ده نجار ممتاز أول حاجة يجب على النجارين أن يكونوا مبدعين بيتمتعوا بالصبر بيمتلكوا قدرة على تنفيذ التصميم المختلفة اللي بتروح لهم من العملاء وكمان يكون عندهم قدرة على تحديد الأنواع المختلفة من الخشب المناسب لكل مشروع هما هينفزوا تاني المهارات النجارين النجار لازم يكون عنده إيه لازم يكون مبدع لازم يكون بتمتع بالصبر لازم يكون بيمتلك قدرة على تنفيذ أي تصميم يجيله يقدر ينفزه كمان يكون عنده قدرة على تحديد الأنواع المختلفة من الأخشاب المناسبة لكل مشروع هو هينفزه طيب النجار بيستخدم أدوات إيه؟ قال لك أدوات النجارة زي المسامير وزي المناشير وزي المساطر وزي أشرطة القياس وزي المطارك والمفكات ومواد الغراء ومفاتيح الربط وما صعبش على نفسكو في الحفظ حفاظك كلام السهل زي ما أنا كابلكو كده كابلكو أول حاجة المسامير أول حاجة أول ما تسمع كلمة نجار يعني خشب ومصمار وشكوش ومنشار حط في دماغك شوية الأدوات دول هو هنا جايب لي أدوات النجارة المسامير والمناشير والمساطر وأشرطة القياس والمطارك والمفكات ومواد الغراء ومفاتيح الربط كمان قال لي أنه بيستخدم في النحط عشان يقدر ينحط الخشب ويقدر يشتغل عليه كويس بيستخدم حاجة اسمها الأزميل الأزميل وخلي بالكم لو جالكم في الاختيار كلمة الأزميل ده وانت نسيتها أو مش قادر تفتقرها شوف بقية الاختيارات اللي موجودة عندك مثلا جي قلت بتستخدم في عملية النحط وجاب لك المسامير وجاب لك المناشير وجاب لك الأزمير أو جاب لك مثلا المسامير وجاب لك المفكات وجاب لك كلمة الأزميل فطبعا الرمر ما هيستخدم في النحط المسامير أو يستخدم المفكات فطبعا أنت تبقى عارف أن كلمة الأزميل دي مرتبطة بأدوات النحط بعد كده بيتكلم على أدوات تنعيم الخشب قال لي زي الصنفرة وزي الفقرة دي اسمها أدوات تنعيم الخشب مثل الصنفرة أو الفقرة سريعاً هنقول كل في نهاية كل صفحة نقول إيه الكلام المهم في الصفحة اللي قدامنا الكلام المهم في الصفحة دي إن النجارة دي حرفة أول حاجة النجارون بيصنعوا الأخشاب أو بيصنعوا من الخشب منتجات كتير من الخشب زي الأساس والأبواب والشبابين النجار لازم يكون عنده مهارة يكون مبدع ويكون بتمتع بالصبر ويكون عنده مقدرة على تنفيذ أي تصميم يجيله ويكون عنده مقدرة على اختيار نوع الخشب المناسب للمشروع اللي هو بينفزه الأدوات بتاعة النجارة المسامير والملاشير والمساطر وأشريطة القياس وأدوات النحط اسمه الأزميل وكمان أدات تنعيم الخشب اسمها الصنفرة أو الفقرة تعالوا نشكامل بقية الدرس بيقول لي كمان بيقول لي كمان إن لما بينتهي النجار من الأعمال الخشبية اللي هو بيعملها يعني هو مثلا دلوقتي صمم صالون أو صمم حجرة نوم أو صمم حجرة أطفال بعد ما بينتهي من الأعمال الخشبية اللي هو أعمال هدية بيقول لي لازم يبدأ يعمل على حماية الأعمال الخشبية اللي هو نفذها دي من عوامل التقصي يعني يحافظ عليها من الحرارة ويحافظ عليها من الرطوبة عن طريق إيه؟ السؤال ده مهم جدا إن هو يقول لك يقوم النجارون بالحفاظ على الأعمال الخشبية من خلال نقط الدهانات والصبغات والورنيش لتلوين الخشب والحفاظ عليه لازم النجار يبدأ يدهن الخشب بتاعه ويعمله عملية صبغة أو يعمله عملية ورنيش علشان يحافظ على الخشب يبقى دلوقتي عند انتهاء النجارين من الأعمال الخشبية يجب عليه حماية العمل الخشب اللي هو نفزه من الحرارة والرطوبة عن طريق الدهانات والصبغات ورتزه في الجزء ده عشان الجزء ده خاص بالمتحان كمان بيقول لي أن العمل اللي بيقديه النجار ده مش حرفة بس لأ قالك ده هو فن بيجمع بين المهارة البشرية وجمال الطبيعة علشان يبدأ يبتكر أشياء ومنتجات تظل كنوزة يعني تدخل مثلا شقة حد معين تقول ما شاء الله ده الانتري ده روعة أو الصالون ده روعة تحس أني يقولك مين النجار اللي عمل التحفة ده فتحس أنه هو عامل فعلا حاجة زي كنز كده أو حاجة زي مهنة معمرية حاجة كبيرة يعني فعشان كده بيقولك أن العمل الذي يؤديه النجار لا يسحرفه فحسب بل هو فن بيجمع بين المهارة البشرية يعني إله اللي شغالة وجمال الطبيعة علشان يبتكر أشياء ومنتجات تظل كنوزة كمان بيقول لي أن المصريون القدماء طبعا ده كانوا نجارين مهرة جدا وقدروا أنه هم ينحطوا الخشب عشان يصنعوا المنازل والأساس واستخدموا العديد من الأدوات زي المناشير والفقوس والأزاميل والمطارك تاني المصريون والقدماء استخدموا المناشير والفقوس والأزاميل والمطارك الكلام بسيط ما فيش في أي صعوبة لو في صعوبة هتلاقون يبقى أفعليه وعيد وزيده بعد كده بيقول لي في ملحوظات عامة بقى في مهنة أو حرفة النجارة دي قال لي أن احنا بنستخدم الشاكوش علشان ندق بيه المسانير وكمان بنستخدم الشاكوش إزال مخلب علشان يزيل المسانير فيه شاكوش كده بيبقى له مخلب كده المخلب ده بيستخدمه في إزالة المسانير وكمان قال لي أن النجار بيستخدم شريط القياس عشان يقدر يحد الطول وعرض الخشب وركزه منها في سؤال الامتحال بيستخدم شريط القياس لتحديد طول وعرض الخشب وبيستخدمه الأزميل للنحت في الخشب وكمان بيستخدم الأزميل للنحت في الخشب وكمان بيقول لي أن بيمكن تنعيم حفة الخشب عن طريق الفقرة أو باستخدام ورق الصنفرة ركزه التلاتة دول مهمين جدا هتلاقوم قدامكم في الامتحال شريط القياس بيستخدم لتحديد طول وعرض الخشب الأزميل بيستخدم للنحت في الخشب بنعم حفة الخشب عن طريق الفقرة أو باستخدام ورق الصنفرة السؤال ده مهم جدا لازم هيكون قدامكم في الامتحان بتنعيم حافة الخشب عن طريق الفقرة أو باستخدام ورق الصنفرة وكمان بيقول لي لما بيجي صنفر منتج تم الانتهاء منه بيبدأ الأول هو بيدلنا نصيحه وبيعرفك وبيقولك عليك أن تبدأ بأخشن أنواع الصنفرة وتنتهي بأنها عن أنواحها يعني وانت لسه بدأت تعمل صنفرة للمنتج بتاعك لازم تبدأ بأخشن أنواع الصنفرة وتنتهي بأنواحها وده شرح الدرس ما خدش مننا حاجة درس بسيط جدا مفيش في أي حاجة أهم حاجة في الصفحة دي تبقى أنت عارف أن النجار بعد من ينتهي من الأعمال الخشبية لابد من الدهان والصبغات والورنيش لها لحمايتها من الحرارة والرطوبة بعد كده كمان أن المصريين وقدماء استخدموا الخشب ومهنة النجارة في صناعة المنازل والأساس واستخدموا أدوات عديدة زي المناشير والفقوس والأزميل والمطارق بعد كده الجزء الأهم الثلاثة اللي قلتلقوا عليهم ركزوا عليهم شروط القياس والأزميل وتنعيم حفات الخشب شروط القياس لتحديد طول وعرض الخشب الأزميل لنحت الخشب تنعيم حفات الخشب عن طريق الفقرة أو باستخدام ورق الصنفرة والسؤال ده مهم وهقوله لك تاني تنعيم حفة الخشب بيكون عن طريق الفقرة أو باستخدام ورق الصنفرة تعالوا نتنقل بعد كده على الدرس رقم 9 والدرس رقم 9 بعنوان اصنع نفسك الدرس بسيط جدا وسهل بيكلم فيه ان النجارون بيقدروا يميزوا انواع الخشب طب ازاي قال لي ان الخشب اصلا عندي نعيم او مقسوم لمجمعتين اسمها الاخشاب الصلبة والاخشاب اللينة الاخشاب الصلبة والاخشاب اللينة الاخشاب الصلبة دي زي خشب اسمه خشب القايكب وخشب التاني اسمه الخشب الافريقي الاسود اسمه القايكب والخشب الافريقي الاسود والاخشاب اللي ينادي زي خشب الصنوبر وخشب الارز تعالوا بقى نشوف خصائش خشب القايكب ده الخشب القايكب ده بيقول لي انه هو بيكون ناعم والوانه بيكون مختلفة وكمان بيتعفن بسهولة ودرجة قومته مش كبيرة انه هو بيكون الخشب ده بيكون عبارة عن حبيبات دقيقة كده ونعمة وبيقول لك كمان انه بيتدرج لونه من البني الفاتح للون الابيض وكمان بيقول لك انه هو استخدم في مصر القديمة في صناعة العربات والاقواس والالات الموسيقية يبقى المصريون قدماء او استخدموه في استخدمة في مصر القديمة في صناعة العربات والاقواس والالات الموسيقية الكلام الكتير ده نعايز اعرف منه ايه مس عايزك تعرف ان الخشب الصلب زي القايكب والخشب الافريقي الاسود والاخشاب الليينة زي الصنوبر والارز وكمان عايزك تعرف ان خصائص خشب القايكب ده انه هو ناعم وألوانه مختلفة وبيتعفل بسهولة وكمان درجة مقاومته مش كبيرة وبيستخدم قديما في مصر قديمة في سماعة العربات والأقواس والألات الموسيقية تعالوا بقى نكمل بعد كده هيدخل بعد كده يتكلم لي على خشب اسمه الخشب الإفريقي الأسود وده حتى من اسمه هو إفريقي وأسود فهو صلب وكسيف ولونه سويد جدا ولدرجة انه بيقولك بيصعب رؤيته وكمان بيستحيل التعامل معه بالأدوات العادية وكمان صعب القطع أمال بيعمله في إيه قالك بيعتبر ده من أقطع أنواع الخشب صلابة وكسيفة وكمان بيتم قطعه والنحت عليه باستخدام الأدوات الأشغال المعدنية يعني ما بيقدرواش يتعامله معاه بالأدوات العادية أمال بيقطعوه زي قالك بيستخدموله أدوات اسمها أدوات الأشغال المعدنية وكمان بيستخدم بقى الخشب ده غالبا في الحشوات يعني ما بيجوا يعملوا مثلا حجرة نوم كبيرة يحشوا الحجرة دي من جوه بالخشب الافريقي الاسود ده او في تطعيم اجزاء فاضية يعني في الاساس من جوه او في الاغراض المنحوطة او المشكلة تاني بالراحة اسمه الخشب الافريقي الاسود وده خشب صلب وكسيف ولونه اسود وصعب قطعه علشان كده قالك انه هو بيستحيل التعامل معه بالادوات العادية امال بيتعامله معه بايه قالك بيتم قطعه والنحت عليه باستخدام الادوات الاشغال المعدنية وكمان قالك انهم غالبا بيستخدموه في الحشوات او التطعيم او الاغراض المنحوطة او المشكلة تعالوا بقى على الاخشاب اللينة حتى من اسمه لينة يعني الحتها كويسة بيقولك انه هو زي خشب الارض يعني وهو ده ريحته زكية وبيقوم التعفن ودرجة مقومته عالية وكمان بيقولك انه بيعرفكو يعني انه هو خشب لين ورحته مميزة وزكية ومستهل التعامل معه باستخدام الادوات اليدوية او القهربائية وبيقولك على الرغم من انه هو خشب لين لكن بيتمتع بدرجة مقاومة عالية ومقاوم للتعفن وركزه كويس جدا في خشب الارض ده عشان هيجيلكو في الامتحان راحته زكية بيقوم التعفن درجة مقاومته عالية كمان بيسهل التعامل معه باستخدام الادوات اليدوية والقهربائية وعلى الرغم من انه هو خشب لين لكنه بيتمتع بدرجة مقاومة عالية خشب الصنوبر ايه بقى خشب الصنوبر ده قالك انه هو سهل التعامل معه ورحته ملحوظة يعني رحته زكية برضه وبيعتبر انه هو من الاخشاب اللينة وبيوجد من خشب الصنوبر العديد من الانواع جميعها جميع الاخشاب دي اسمها اخشاب لينة وكمان بيقولك ان الصنوبر ده بيشبه خشب الارز في الرائحة الملحوظة بتاعته وكمان بيقول انه هو متعدد الاستخدامات ومن السهل التعامل معه خلي بلكم علشان لو جي يقول لكم ان هو بيعتبر خشب متعدد الاستخدامات تبقوا انتوا عارفين ان هو خشب الصنوبر او بيشبه خشب الصنوبر خشب الارض في رائحة الزكية كمان مقاوم للتعافن ودرجة مقاومته عالية وبعد كده كمان بيقول لي ان هو من الاخشاب اللينة وده شرح الدرس التاسع درس بسيط جدا وخلصه ما فيش فيه اي حاجة تعالوا نتنيل على الدرس العاشر والدرس العاشر ده بيكلم لي فيه على شخصيات مؤسرية مؤسرة الدكتور فاروق البيز في البداية بيتكلم على الدكتور فاروق البيز بيحكي عن السرة الزاتية بتاعته اهم انجازاته عمل ايه؟ بيعرفني ان هو عالم وجيولوجي مصري عالم وجيولوجي مصري جيولوجي مصر ده يعني عالم بيولوجي وعلماء البيولوجي دولة بيكونوا مهتمين بعلم دراسة الارضة او الاقمار او الكواكب فبيعرفني ان هو عالم وجيولوجي مصري الجنسية من مدينة الزقزيق وتخرج من كلية العلوم في جامعة عين شمس ركزوا كويس جدا على أن هو تخرج من كلية العلوم من جامعة عين شمس بعد كده حصل على الدكتوراه من جامعة مزوري للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية والجملة مستبعدة لكم في الامتحان جملة تقيلة بس يخليكم عارفين أنه حصل على الدكتوراه من الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية قالت كمان إن هو بقى في عام 1966 هاجر لأمريكا علشان يشتغل يشتغل في إيه؟ قالك إن هو تقدم لوظيفة في مؤسسة بلقم بلقم دي جزء من وكالة ناسا واحدة واحدة هنتكلم مع بعض بالروحة هاجر لأمريكا علشان يشتغل طب هيشتغل إيه هناك؟ أدم لوظيفة في مؤسسة اسمها مؤسسة بلقم والمؤسسة دي بتعتبر جزء من وكالة ناسا طب وبعدين قالك المؤسسة دي كانت معنية بتحليل جغرافيا القمر يعني بدرسوا القمر وأحواله وإيه النظام اللي فيه وإيه اللي بيحصل في القمر يبقى تاني هو سافر لأمريكا للعمل هناك ويشتقدم لوظيفة في مؤسسة بلقم بلقم دي بتعتبر جزء من وكالة ناسا وكمان المؤسسة دي كانت معنية يعني كانت مهتمة بتحليل جغرافيا القمر طب وبعدين قالك إن الرجل ده حظى بشهرة كبيرة جدا يعني كان مشهور جدا بشهرة وزعة علشان إيه قالك علشان عملوا في وكالة ناسا كان بيشتغل في ناسا وبالتحديد بيشتغل في تحديد أفضل مواقع لهبوط بعثة اسمها بعثة أبول 11 على سطح القمر البعثة دي اسمها بعثة أبول 11 كانت أول بعثة تهبط على سطح القمر دكتور فاروق البزدة كان شغال في الوكالة ناسا دي في تحديد أفضل موقع لهبوط البعثة دي يعني هو كان شغال في إنه هما إزاي يوفروا أفضل موقع لهبوط بعثة أبول 11 على سطح القمر وقالك إنه هو وهو ما يعد أول هبوط على سطح القمر كانت دي أول بعثة هتهبط على سطح القمر بعثة أبول 11 وكانت دكتور فاروق البزدة كان شغال في وكالة ناسا اللي بتحدد أفضل موقع لهبوط البعثة دي بعد كده كمان بيقول لي إنه هو درس صور التقطت من سفينة فضاء دارت حوالين القمر في عام 1966 وكمان في عام 1967 اختر أفضل موقع من أجل إنه هو تم اختياره من أفضل موقع للهبوط على سطح القمر وكمان بيقول لي إنه هو أخيرا تمكن من تحديد 16 موقع 16 موقع دول من خلالهم تقدر المركبة القمرية إنه هي تهبط لجمهة أكبر مجموعة متنوعة من الصخور الكلام ده أنا حسك تلقوا علينا يا ميس ممكن تلغطي بقصة تغولنا شوية هقول لك إنه أنت لازم تعرف شوية معلومات بسيطة إنه فاروق البزدة عالم وجيولوجي تخرج من كلية العلوم حصل على الدكتوران من الولايات المتحدة الأمريكية اشتغل في أمريكا في مؤسسة اسمها بلكم وهي دي جزء من وكالة ناسا كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا مهتمين بتحليل جغرافيا القمر بعد كده حصل على شهرة واسعة بسبب عمله في وكالة ناسا في تحديد أفضل موقع لهبوط بعثة أبول 11 على سطح القمر وخلص الكلام هتقولي آخر جملة بس اللي هو إيه؟ إنه هو إدر إنه هو يحدد 16 موقع يمكن أن تغبط فيهم المركبة القمرية لتجمع أكبر مجموعة متنوعة من الصخورة الجملة الأخيرة دي جملة مهمة جدا إنه هو إدر إنه هو تمكن من تحديد 16 موقع يمكن أن تغبط فيه المركبة القمرية لجمع أكبر مجموعة متنوعة من الصخورة تعالوا نشوف كمان عمل إيه؟ كمان بيقولي إنه هو تولى تدي برواض الفضاء بدأ بقى يدرب روااض الفضاء علشان يبدأوا يحددوا المعالم الجيولوجية الرئاسية وتصويرها علشان يبدأوا يحددوا المعالم الجيولوجية سواء كانت بقى على سطح القمر أو على الأرض وكمان أسس مركز دراسات الأرض والكواكب في العاصمة الأمريكية واشنطن كمان بيقولك Аهو أسس مركز دراسات الأرض والكواكب في محة اسمه سيموسيسيان المحة ده في العاصمة الأمريكية واشنطن كمان بيقولك إنه عام 1986 أصبح مدرب أصبح مدير مركز الاستشعار عمبورة في جامعة بسطن يعني إيه كلمة الاستشعار عمبورة دي أو تقنيط الاستشعار عمبورة دي تقنيط الاستشعار عمبورة دي قالك دي بتساعد علماء الأثار على رؤية الحاجات اللي بتبقى موجودة تحت سطح الأرض وكمان بتساعد في تحديد الموارد المياه اللي كانت موجودة قبل كده وكمان بتساعدهم ان هم يقدروا يحددوا مواقع المستوطنات البشرية المحتملة الأماكن اللي الناس تقدر تقعد فيها يبقى ده هو بقى في عام 1986 أصبح مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بسطن وأجرى أبحاثا حول سبل إزاي تستخدم تكنولوجيا الفضاء في مجال علم الأسهار عمل أبحاث كتير جدا إن هم إزاي يدخلوا التكنولوجيا الفضاء في مجال علم الأسهار ده الدكتور جمال ده شرح الدكتور فاروق الباس تعالوا بقى على آخر درس وآخر درس ده بعنوان المستكشف النشط البروفيسور بريان بوما كلام برضو سهل بتاعت البروفيسور بريان بوما أول والحاجة قالي إن هو عالم بيئة جي أول معلومة لازم تعرفوها هو عالم بيئة يجي لك في الامتحان ويقولك إن المستكشف النشط البروفيسور بريان بوما ده علم إيه؟ علم أسهار ولا علم تكنولوجيا ولا علم حضارة ولا علم بيئة؟ تبقى أنت عارف إن هو علم بيئة ومؤلف بيحرص عمل إيه؟ قالك إنه هو كان حريص على دراسة التغيرات في النظام البيئي اللي بيسببها التغيير المناخ يعني بيحصل تغيرات في البيئة من حوله بسبب تغيير المناخ وهو بقى كان حريص على دراسة التغيرات دي كمان قالك إنه هو بيبحث في أهمية الإدارة المستدامة للنباتات والغبات عايز يستفيد من النباتات والغبات اللي موجودة عنده والاستفادة على المدى البعيد لأنه بيقولك بيبحث في أهمية الإدارة المستدامة يعني عايز يستفيد من النباتات والغبات على المدى البعيد كمان بعد يديني محوصة كده ومعلومة وبيقول لي أن العلماء ببقوا عارفين أن بيعلم العلماء أن بعض الأراضي اللي بتموت فيها النباتات نتيجة الظروف البيئية القصية زي مثلا أرض حصل فيها فيضان أو حصل فيها عصر أو حرائق بيقولك أو نتيجة النشاط البشري النباتات بتموت في الأرض دي قالك بس النباتات دي بعد فترة بتنبت فيها النباتات مختلفة جديدة بعد وميمر فترة من الوقت طيب الروفسير بقى بومة بريان بومة ده عمل إيه قالك مع أجرة مع مجموعة من علماء أخرين دراسات علشان يبدأوا يعرفهم كيف تبدأ النباتات الجديدة دي بالنموه ببطء في ظل الظروف جديدة وذلك من خلال تسجيل ملاحظاتهم ومحاولة تواقع كيف ستنمو النباتات من جديد يعني أنا عند أرض والأرض دي حصل فيها فيضان أو حصل فيها عصار أو حصل فيها حريق قالك أن بعد مرور وقت من الزمن بترجع بتنمو في الأرض دي نباتات النباتات دي بتكون نباتات مختلفة وجديدة البروفيسور بومة ده بقى هو ومجموعة من علماء بدأوا عايزين يعرفوا إزاي النباتات الجديدة بدي بدأ تنمو وإزاي هيعملوا إيه قالك أن هما بدأوا يسجلهم لحظاتهم ويبدأوا يعملوا محاولات علشان يكتشفوا إزاي النباتات دي بتنمو من جديد وبعد كده بيعرف العلماء قالك أن العلماء بدأ يعرفهم أن النباتات دي بتنمو من خلال البذور اللي بتنقلها الرياح لتلقى المناطق وعادة النباتات دي بتكون نباتات سريعة النمو زي الأعشاب التي تنمت وتكون بسرعة جذور يعني بيقولي أن النباتات دي بتجي للأرض دي من خلال بتنمو بالبذور بتاعتها اللي بتنقلها الرياح وأن النباتات دي عادة بتكون نباتات سريعة النمو زي الأعشاب مثلا اللي بتنبط في الأرض وبتكون بسرعة جذور في الأرض كمان بيقولي أن البروفيسير بريان بومة قام بدراسة كيفية بدء النباتات في النمو في مناطق أرضها كاحلة بعد زوابان نهر جليدي منتزة جلاسير باي الوطني في ألسقا كمان بيقولي أن البروفيسير بريان بومة ده قام بدراسة إزاي النباتات بتبدأ في النمو في أرض كاحلة يعني أرض ما فيش فهمية خالص أو أرض ما معدومة النبات قالت كمان بعد زوابان نهر جليدي اسمه متنزه جلاسير باي الوطني في ألسقا النهر ده حصله عمليت زوابان فالأرض نشفت خالص النباتات بدأت تظهر فيها فعندنا بريان بومة بدأ يدرس إزاي النباتات دي بدأت تنمو في المناطق دي من جديد وكمان أثناء عمل البروفيسير بومة الميداني أول ما بدأ يعمل بقى وياخد الأرض وبدأ يلاحظ إزاي النبات بيزرع بيطلع في الأرض دي بعد ما النهر يزاب والنهر ده كان في ولاية بيقول لي هو اسمه نهر الجليدي متنزه جلاسير باي الوطني في ألسقا بيقول لي إن هو وهو شغال في العمل الميداني بتاعه ده بدأ يجمع المعلومات عن التربة والأشجار وبدأ يقيس مساحات واسعة من الأرض وبدأ يستخدم معلومات الأقمار الصناعية علشان يقدر يفهم إزاي بتتغير الأنظمة البيئية بعد كده تعالوا على آخر جزء وآخر جزء بيتكلم فيه على آخر جزء بيشرحه بيتكلم على مشروعات الحكومة المصرية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وبيقول لي إن الحكومة المصرية في عام 2015 عملت مشروعات لاستصلاح الأراضي الصحراوية الغرض من الاستصلاح الأراضي الصحراوية دي في الصحراوية الغربية علشان يزودوا الأراضي الزراعية في مصر بنسبة 20% وفي عام 2021 بدأت الحكومة المشروع السني استصلاح الصحراوية وبيعرف باسم الدلتة الجديدة والمشروع ده كان بالقرب من الساحل الشمال الغرب المصر وكان الغرض منه توفير الغذاء لسكان مصر كمان بعد كده بيتكلم على العناصر التلاتة اللي بتساعد النباتات في النمو زي مكان الزراعة وزي عملية الري وزي الضوء أول حاجة في مكان الزراعة أنه بيقول لي في حالة التقسي الغير مناسب للزراعة لزراعة أحد النباتات إحنا نقدر نزرع النباتات دي في الصوبة الزراعية أو الصوبات وبيقول لي الصوبات دي بتخليك تقدر تتحكم في درجة الحرارة داخل الصوبة وكمان بيقول لي بسبب التطور العلمي أصبح بإمكانها الزراعة بدون طربة عام طريق نظام الزراعة المائية وركزه دي في الامتحان يجي لك أن بسبب التطور العلمي أصبح بإمكانها الزراعة بدون طربة كمان بيقول لك أن بيوجد أسلوب آخر للزراعة بيجمع بين الزراعة المائية وتربيط الأسماك وبيسمى باسم الأقوى بونكس واسمها الزراعة المائية النباتية الحيوانية خلي بالكم من دهو بيوجد أسلوب آخر للزراعة بيجمع بين الزراعة المائية وتربيط الأسماك يسمى الأقوى بونكس وكمان بيقول لي أن الأسلوب ده بيستهلك مية وطاقة أقل بنسبة 90% مقارنة بأسليب الزراعة التقليدية بتاعتنا كمان بيقولك أنه ما بيستخدمش نظام الأقوى بونكس ده ما بيستخدموش فيه للأسندة الصناعية ولا المبيدات الحشرية لزراعة النباتات أخر الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه على العناصر المهمة اللي بتساعد النباتات على النمو وهي عملية الرأي وبيقول لي أنه بيمكن الرأي باستخدام الرشة أو البخاخ لرأي النباتات أو رأيها يدوياً وكمان بيقول لي لو أنت بتزرع نبات في الصحراء بيمكن أن أنت تستخدم له الرأي بالتنقيد والرأي بالتنقيد ده عبارة عن وضع خرطوم على امتدال النباتات وبتعمل في الخرطوم دي بتحدث في صجب علشان تخرج منه كمية معينة من المية بتكون كافية لكل زرعة أو لكل نباتة بعد كده بيتكلم لي على آخر حاجة اللي هو الضوء وبيقول لي أنه بيعد الضوء ده من العوامل الأساسية طبعاً لنمو النباتات خاصة ضوء الشمس ده بيعتبر هو الأفضل لكل النباتات وبعد كده بيتكلم لي على الضوء الصناعي وبيقول لي أنه هو بشكل جيد أن الضوء ده بيعمل بشكل جيد في الأماكن اللي ما بيتوفرش فيها ضوء الشمس وكمان بيقول لي أن بتنتج المصابيح الفلوريسينت والليند حرارة منخفضة جداً وهذا ما يجعلها مصدر جيد للضوء الصناعي للنباتات وخلي بالكم من آخر جزئية ده هي أن مصابيح الفلوريسينت والليند بتنتج حرارة منخفضة جداً الحرارة دي بتجعلها مصدر جيد للضوء الصناعي للنباتات ده شرح الأربع دروس بطرقة بسطة جداً مش هيخرج منهم الامتحان ياربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم جميعاً حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم نصمر وظهر